خلونا دلوقتي نروح لزميلنا باسم أبو لانين هو دلوقتي موجود في العالمين نعرف منه أبرز الفعاليات لمهرجان العالمين النهاردة هتكون ايه؟ صباح الخير عليك يا باسم صباح الفل عليك من العالمين صباح الفل على كل المشاهدين النهاردة احنا موجودين في العالمين بنتابع الفعاليات اللي انطلقت في العالمين تقريبا في يوم 13 يوليو تحت عنوان العالم عالمين مدينة العالمين زي ما احنا عارفين هي مدينة اول مدينة مليونية على الساحل هنا ومدينة من مدن الجيل الرابع وبتستهدف لإقامة مش تبقى مجرد مكان صيفي فقط ولكن تكون مدينة سكنية كاملة على مدار العام الكامل وطبعا تم استغلال فترة الصيف والزخم اللي بيكون في الصيف والموقع المتميز في الحقيقة اللي موجودة في مدينة العالمين يمكن في متوسط الساحل من مطروح لسكندرية هي في المنتصف تماما وبالتالي هي منطقة جاذبة لكل المناطق المحيطة بيها على امتداد الساحل الشمالي تقديم المهرجان العالم عالمين اللي بيقدم فنون مختلفة وعروض مختلفة عروض ده جوية وعروض العب مائية وعروض ده فنية وفي الحقيقة كان ومازال فيه اقبال جماهيري متزايد سواء من المقيمين في الساحل في فترة الصيف وفيه ناس بتيجي من محافظات اخرى كمان ليه حضور فعاليات حفلات والرجوع تاني فانت تقدر يتقولي ان الفعاليات بتنافس على او جمهورها من المقيمين او الوفدين حتى لسياحة اليوم الواحد امبارح الخميس كان من ابرز الحفلات اللي كانت موجودة والعوض الفنية كانت حفلة النجم احمد سعد واللي كان عليها اقبال كبير قوي وكان جمهورها موجود سواء من العائلات من الشباب من الوفدين لمتابعة الحفل واللي استمر ليه اوقات متأخرة بعد منتصف الليل وطبعا سبق دات تجهيز المصرح وتجهيز المؤسرات الضوئية والصوتية الى اخره برضو من الحفلات اللي كانت شيقة جدا وكانت من يعني لفت النظر وكان في اقبال جماهيري عليها كان حفل فرقة هارموني فرقة هارموني فرقة صعيدة وواعدة تابعة لجامعة عين شمس تحت رعاية السيد رئيس جامعة عين شمس كان الغرض والهدف الاكبر للفرقة دي ان هي تكون رابط ما بين الطلاب اللي موجودين الحاليين والخرجين تكون يعني زي همزة رابط بين الموجودين واللي تخرجوا ومش شرط ان يكون الطالب او الطالبة المتقدمة والملتحق بالفرقة دي يكون حد بروفيشنال بس جاست يكون عنده نقدر نقول الخامة او عنده الموهبة وهم بيتبنوا بيلاقي الرعاية الفنية اللي محتاجة طبعا الموضوع دخل في شقة تاني ان هم بدأوا كمان يفتحوا باب الترشيح والعضوية للطلاب من الجامعات المصرية الاخرى انبارح الحفلة بتاعت هارموني كانت بتقدم اكتر من 200 من الطلاب والطالبات كانوا بيقدموا فنون غنائية مختلفة من الفلكلور المصري النوبي او الفلكلور السعيدي او الاغاني الشعبية المصرية اغاني ليه الفنان مثلا محمد منير الفنان عمري دياب فنان احمد سعد ريميكس لطيف كانوا بيعملوه وفي الحقيقة اللي تلافت للنظر ان كان اقبال كبير اوي على الفرقة دي زائد ان الفرقة دي كانت بتقدم الفقرة بتاعتها مبارح من خلال ما يسمى بمصرح الشارع مصرح الشارع في العالمين الجديدة وهو مصرح مفتوح للجمهور ومجاني والحضور فيه لمن يريد الحضور وكان فيه اقبال كبير اوي من الزائرين ومن المصطفين ومن اهل العالمين والمناطق المجورة في الحقيقة كانت ليلة كارنفالية تنضم الى ليالي العالم عالمين المستمر على مدى 45 يوم من منطقة العالمين في الساحل الشمالي منظر كان مبهر وكان مبهج ولا قل بل ويزيد عن مثيلاته في العروض الموجودة في مدن وفي دول اخرى ده كان ابرز ما حدث بالامس هنا في العالمين شكرا لك يا بسم بسم ابو العنين زملنا وموفدنا الى مهرجان العالمين ربما لخصتنا الحالة زي ما قال تحديدا حفلة احمد سعد مباريح كانت من اهم الحفلات على الاطلاق بعد حفلة تامر حسن النهاردة في حفلتين زي ما احنا عارفين بسانت حفلة الفنان رغب عليما وننسي عجرم والفنانة ننسي عجرم بالزبط